بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في ما زلنا نستكمل موضوع الانتراكشن بين اوبجيكتس او التفاعل بين اكثر من اوبجيكت في هذا الدرس نكمل على ناخد مثال جديد ما في معلومات جديدة في الدرس هذا وانما مثال تمرين جديد على الموضوع هذا التمرين يقولك اكتب كلاس تمثل عدد نسبي ثم بعد ذلك اكتب مثود في الكلاس هذه لضرب عددين نسبي طبعا العدد النسبي هو العدد اللي بسط ومقام زي مثلا نصف يعني لو جينا مثلا نشوف النصف نقول انه عبارة عن واحد على ثنين ربع واحد على اربعة عندك ثلثين اثنين على ثلاثة وهكذا هذه كلها عدد نسبية نبغى كلاس تمثل لي عدد نسبي او بمعنى اخر نبغى كلاس عشان اخزن الجافة ما في عدد نسبي فيها دبل والدبل يختلف عن العدد النسبي الدبل والفلوت صحيح انك تقدر تكتب نص هكذا لكنه ليس دقيق 100% تكلمنا عن موضوع هذا سابقا الدبل ما هو دقيق 100% انا ابغى كلاس تكون دقيقة بالمئة بالمئة تمثل لي العدد النسبي بسط و مقام فكر شوي بالموضوع هذا بعد كده ارجع الفيديو عشان اعطيك بعض الافكار يعني والتوضيح اكثر اذا كنت عجزت انك تكتب الكلاس هذه طيب اذا كنت عجزت خلي اعطيك يعني توضيح اكثر الفكرة هنا انه الكلاس حتى تمثل عدد نسبي انه يكون عندك two attributes في الكلاس اللي هي nominator و denominator اللي هي مقصود فيها البست و المقام هذا هو المقصود هنا بناء على الفكرة هذي ارجع مرة ثانية واكتب الكلاس هذي و اذا كتبته حسيت انك كتبته بشكل صحيح اكتب الميثود ضرب عددين النسبيين المعنى انه ميثود تخذ لي عدد نسبي و عدد نسبي اخر وترجع لي عدد نسبي جديد يمثل حاصل ضرب العددين النسبيين هذولا طبعا لاحظ هنا انه نتكلم عن objects فبالتالي هي راح تاخذ object من نوع عدد النسبي طبعا اسمه الكلاس ريشنال هذا معنى العدد النسبي انجليزي ريشنال هذا اسمه الكلاس فرح تاخذ لي object من نوع ريشنال و object ثاني من نوع ريشنال وترجع لي النتيجة نتيجة الضرب في object جديد فانقدر نقولنا R3 يساوي R1 في R2 مثلا حاجة زي كده ثلاثة objects ثلاثة references مثلا R3 يساوي R1 في R2 طبعا انت ما راح تكتبه بشكل هذا هذا فقط تقريب هذا pseudo code شبيه الكود وليس الكود نفسه الكود راح يكون مختلف طبعا مئة بالمئة مثلا طيب اتمنى انك تكون حاولت خلنشوف اول شيء الكلاس اللي عندنا هذي ريشنال هذه هي الكلاس في الإكليبس زين زين ما تلاحظ عندنا اسم الكلاس ريشنال عندها two attribute nom اللي nominator و denom اللي denominator تمام اللي هو الباست والمقام طبعا دائما المقام نحطه بواحد عشان ما يكون صفر لان الجافة دائما تعطينا قيمة ابتدائية لأي انتجر اي attribute من نوع انتجر تعطينا القيمة ابتدائية صفر وهذا في خاطر طبعا لا يمكن يكون المقام صفر هذا شيء معروف في رياضيات فذلك نعطيه القيمة واحد وحطينا طبعا ال getters وال sitters للباست والمقام الآن نحن نبغى هنا في المين اننا نسوي عملية الضرب زين interaction بين two objects عندنا ال R1 هذا يمثل ثلاثة اربعة ثلاثة على اربعة وعندنا ال R2 يمثل نصف واحد على ثنين نبغى نضربهم في بعض طبعا تذكرك في طريقة الضربة العددة النسبية تضرب البسط بالبسط والمقام في المقام الجمع أصعب شوية لازم توحيد مقامات فذلك ما قلت لك اجمع ممكن تاخذ الجمع كexercise بعد ما تشوف الفيديو هذا تفهمه تاخذ الجمع كتمريد لك لكن حاليا نبغى الضرب طبعا النتيجة هنا راح تكون ثلاثة في واحد بثلاثة على أربعة في اثنين بثمانية فثلاثة على ثمانية أو ثلاثة أثمان هذا هو الناتج ودي انك تجرب الآن وش الميثود اللي راح نكتبها هنا اللي تسوي عملية الضرب وكيف نستدعي الميثود هنا ويطلعنا أوبجيكت لاحظوا نه طبعا راح يطلعنا أوبجيكت جديد في المكان هذا اللي هو R3 حركة شبيهة بميك كوبي اللي شفناها قبل في وقف الفيديو ورح حاول هناك طيب أتمنى أنك حاولت خلوني وريك الميثود اللي عندنا هذه هي الميثود طبعا مزين اللي هو مل أو ملتيبلاي هذه الميثود خلوني وريك كيف استدعاء الميثود مزين وبعد كده ننفذ ننفذ الكود هذا كتدريب حتى أنك تفهم موش جالس يصير هنا هذا هي طريقة استدعاء الميثود هذا الميثود مل تخذلي عدد ريشنال وهي أصلا هي نفسها تخذلي عدد زي R2 وهي نفسها تستدعى على عدد آخر اللي هو R1 هذا يرسل كبرامتر hidden وهذا يرسل كأرغومنت hidden أو مخفية وهذا يرسل كالأرغومنت فعندك فعليا هي تستقبل أرغومنت برامتر واحد أو قدامك هي تستقبل برامتر واحد لكن فعليا تستقبل 2 برامتر عددين العدد اللي هي مستدعات عليه والعدد R وبعد ذلك تقوم تسوي لنا عدد جديد زين والعدد الجديد يكون الناتج حقه البسط حقه هو ناتج ضرب البسطين في العددين والمقام حق العدد الجديد هنا قيمته هي قيمة ضرب المقامين في العددين وأخيرا نرجع العدد الجديد هذا ونخزنه في الرفرنس R3 طبعا هذه هي الميثود مل زين راح اشرحها الآن أنا أتمنى أنك توقف الفيديو وتحاول تروح لإكليبس وتكتبها من راسك بس عشان تتأكد أنك حفظتها وفهمت كيف الفكرة شوي تكتب المين وتكتب الكلاس حق Rational بعد كده أرجع في الشرح اللي راح أشرحه كيف تعمل الميثود هذي كيف تنفذ الكود طيب خل نشوف كيف العملية هذا عندنا الهيب وهذا هو stack تمام طبعا أول ما نبدأ يكون عندنا هذا الميثود مين هذا الاختيف الركور للميثود مين وفي الميثود مين عندنا two references اللي هم R one و R two تمام لما نجي هنا ننفذ عندنا two references قبل ما نسوي الريفرنس الجديد هنا هنا عندنا R one و R two مسوينها قبل لو تذكر في الكود حق الإكلبس هذي R one عبارة عن rational حطينا البسط بثلاثة والمقام بأربعة وهذا R two عبارة عن rational حطينا البسط بواحد والمقام بأثنين وجينا ننفذ هنا عملية الضرب فنجي هنا نحط الأثنين هذا الأبجيكت الأول اللي هو R one هذا البسط ثلاثة والمقام أربعة وهذا الأبجيكت الثاني اللي هو R two البسط واحد والمقام أثنين اللي هو نصف وهنا ثلاثة أربعة طبعا هنا هذا R one وهذا R two الآن جينا استدعينا الميثود اللي هي ميثود مل هنا زين هذا استدعاء الميثود هذا activation record حق الميثود تمام عندنا الريفرنس R هذا الريفرنس R اللي هو هذا الريفرنس R وهذا هو R two أرسلنا R two هنا عندنا زين أرسلنا R two هذه أرسلناها إلى R مكان R pass by sharing مضبوط مشاركة فR R two وR هما نفس الأوبجيكت نفس العدد الكسري اللي هو نصف وعندنا R أرسل كبراميتر مخفي R one عفوا R one هذا أرسلنا كبراميتر مخفي هنا اللي هو رح يكون هو this أي ذكر للthis هنا هو R one أو عدم ذكر this زي هنا نوم ودي نقصد فيها this اللي هو R one نقصد فيها الاتريبيوت الخاصة بthis اللي هي الخاصة بR one تمام هذا قاعدة شفناها قبل وأكررها فقط للتذكير حتى التأكيد عليها لأن شوي تلخبط كأعدد كثير من الناس فهذا هو this موجود و this يؤشر على R one طيب نبدأ الآن التنفيذ تنفيذ الميثود طبعا تنفيذ الميثود يبدأ من السطر هذا فسوينا عندنا object اللي هو result R وهو من نوع Rational نجي نسوي الobject Rational هنا الجديد تمام طبعا قيمه غير معروفة أو هي صفر واحد في الحقيقة القيمة البتدائية لكن راح نتغافل عنها مضبوط واسمه result R فهذا result R فعندنا three references هنا result R وresult R يؤشر على الobject هذا تمام object فاضي ما في أي شيء نحط فيه النتائج الآن نجي تنفيذ السطر هذا تمام وش يقولنا هنا يقولنا النوم الخاص بريزلت R اللي هو هذا النوم هذا تمام ياخذ قيمة نوم بدون أن يذكر شيء اللي هي نوم حقه this حقه الobject R1 اللي استدعين عليه الميثود لأنه ما ذكر أي شيء المقصود فيها نوم هذه اللي هي الثلاثة ضرب R dot num R هو R2 R هو R2 تمام اللي هي واحد ضرب ثلاثة تمام حتى لو نسيت أنت فقط تتبع الأسهم مجرد أنك بنيت الactivation record والأسهم صحيحة ما يحتاج أنك تذكر الميثود هذي خلاص قال لك هنا R dot num هذا R وين num واحد قال لك هنا num بدون أي شيء اللي هي num اللي تبع this وين this هذا this هذه num اللي هي ثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة وين نحط القيمة نحط في result R dot num هذه result R هذا num فواحد في ثلاثة ثلاثة تمام بكل بسر هنا R dot num هذا ال R هذا الD num اللي هي ثنين مضروبة في د num اللي تبع this هذا this هذه الD num اللي هي أربعة مضبوط المقام هذا في المقام هذا ثنين في أربعة ثمانية وهذه النتيجة ثمانية أخيرا هنا آخر خطوة يقول لك خلص الميثود ورجع لي result R لاحظ أن الميثود هنا ترجع لي reference أو اصطلاحة نقول لك ترجع object من نوع rational اللي ترجع لي عدد كسري تضرب لي عددين كسريين وترجع لي عدد كسري جديد يمثل حاصل ضرب العددين هذولا بترجع لي reference result R من نوع rational تمام تماما زي make copy اللي شفناها قبل result R هذا نجي طبعا نشيل الميثود هذه كلها لاحظوا أن result R يأشر على على الobject هذا قبل ما تشيل الميثود تذكر نشيل الميثود إلا result R بس عشان ما تلخبط شيل كل شي في الميثود تمام خلصنا منها بس نبقي result R لأنه هو اللي راح نرجعه فنبقي عندنا هنا هذه تسويها دائم إذا تتبعت الميثود خلص خلص خلصنا منهم خلصنا منهم كلهم بس بقينا result R ف result R هذه اللي هي هنا راح نسند قيمتها ل retain value حق الميثود هنا راح نسندها ل R 3 فR3 يأشر على نفس الوبجيكت اللي أشر عليه result R فR3 راح نسوي هنا R3 هذا R3 وقيمته راح تكون نفس الوبجيكت اللي أشر عليه result R وهنا خلص خلصنا من result R نمسح result R تمام وهكذا انتهينا عندنا 3 object عندنا هذا هو الوبجيكت الجديد اللي سوينا في الميثود مال تمام سوينا جو الميثود كاملا ثم أرجعنا الريفرنس حقه بعد ما نخلص من الميثود وهو قيمته كعدد كسري يمثل حاصل ضرب العددين هذولا نتمنى انك تنفذ عملية الجمع عملية الجمع لازم تحتاج توحيد مقامات أو تحتاج انك تضرب الضرب اللي على شكل X على العموم هذا موضوع يعني برياضيات معروف تماما جمع العددين كسريين فإلي تنتخذ ها حتى تتدرب كيف تستقبل لك References وترجع من نفس الوقت References كتدريب إضافي لك هذا موضوع مهم جدا موضوع مهم جدا 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 في الابجكت الانتراكشن بين مجموعة اوبجكت لازم تفهم من الآن لأنه كل ما يتعقد أكثر تجي الرأي في اوبجكت الموضوع يتعقد أكثر بكثير يكون عندك الرأي في مجموعة كبيرة من الابجكت وليس two اوبجكت فقط يبدو الموضوع سير فذلك من الآن افهم الموضوع هذا جيد استعداد فيما بعد إذا بدأ يتعقد أكثر الموضوع هذا